مجلس المستشارين الشماعية ودعم المقاولة من جهتها تبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون المالي لسنة 2019 لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجية المجتمع وكد مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني معبرة أن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة وكان المجلس قد صدق في جزة عمومية في وقت سابق على الجزء الأول من هذا المشروع بتأييد 45 مستشاراً ومعارضة 24 مع امتلع أربعة مستشارين عن التصويت ترجمة نانسي قنقر